الأولى نجدية ومحمد بن عبد الوهاب هم أصدقاء داعش أجلهم مختلفة تحقيق دواعش من محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الوهاب يمكنك أن تسمعها سلاندر لكنها ليست أنا أكتباه الدواعش يقومون في محمد بن عبد الوهاب وَاَعْتَبَرُوا دَوْلَتَهُمْ هِيَ الدَّوْلَ الْإِسْلَامِيَةَ فَقَدْ يعني ما يحصل من داعش الآن هو نفسه حصل من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في البداية ولهذا أنا أتعجب من من يصف الدواعش بالخوارج ولا يصف الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباع الأوائل بالخوارج أنا لا أصفهم أقول هناك أخطاء مخالفات للسلف لكن الأصل أنهم أهل السنة ترجمة نانسي قنقر